وينضم إلينا مباشرة من لندن مراسلنا أشرف سعد أشرف تفاصيل ما كشفته The Guardian اليوم تورط قطريين في تهديد عدد من اللاجئين السوريين الدعاوة أهمية اليوم هذه المفعيل القانونية لهذا المسار القانوني الطويل وهو أيضا يتبع عدد من الدعاوة في ألمانيا في إسبانيا وحتى في فرنسا اسمح لي روبير أن أبدأ بحديث كنت أجريته قبل دقائق مع أحد المحامين الذين يتولون هذه القضية حيث شرح لي بالتفصيل طبيعة التهديدات وعمليات التخويف والترهيب ومحاولة الرشوة التي تعرض لها عملائه من قبل من ادعوا أنهم يعملون أو أنهم تابعون للحكومة القطرية بحسب المحامي فإن العملاء الذين طلبوا منه مباشرة القضية قد اقترب منهم أو قد اتصل بهم أشخاص عرضوا عليهم أموالا طائلة لسحب الدعوة المرفوعة أمام المحاكم البريطانية وتطور الأمر إلى التهديد والترهيب ومحاولة التخويف قال لي هذا المحامي أنه يعمل في مثل هذه القضايا منذ أكثر من 25 سنة وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها عملاء له هذا الأسلوب في محاولة عرقلة سير العدالة قال لي هذا المحامي أيضا أن القضية تنظر أمام المحاكم البريطانية وهي تتعلق بالتمويل القطري من قبل بنك الدوحة لعمليات تنظيم حركة النصرة في سوريا أو ما يعرف بجبهة تحرير الشام وهذه الحركة ارتكبت أعمالا إرهابية بحق موكليه ولا بد من الوصول إلى العدالة بحقهم وليس فقط ممن ارتكبوا الانتهاكات ولكن أيضا ممن كانوا يقفون وراءهم هناك قضية يثيرها الآن محام بنك الدوحة وهي بخصوص أن المحاكم البريطانية لا سلطة قضائية لها على هذا الحدث وأنه لا بد من نظر هذه القضايا أمام المحاكم القطرية عندما سألت المحامي عن هذه النقطة أشار لي أن هذا مثير للسخرية لأن هذا البنك تابع للحكومة القطرية فكيف يمكن أن تنظر القضية فيه أمام المحاكم القطرية مراسلنا أشرف سعد مباشرة من العاصمة البريطانية لندن ترجمة نانسي قنقر